شركة وزير زراعة واستصلاح الأراضي أسايد سيد القصير نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مؤتمر الأطرف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في دورته الخامسة عشر والمناقض حاليا بالعاصمة الإفوارية أبجان وخلال كلمتي أكد وزير زراعة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يمثلان تحديات تأذية بعض عالمية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة انتاجيتها كما أكد وزير زراعة تطلع مصر للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرات الجفاف العالمية والتي جرى إطلاقها خلال مؤتمر قب 14 في دولة الهند